شو تقول كرر? خلصنا إلي هنا ؟ كرر شو نائم انتهى نحسان ؟ ماذا؟ نحسان ؟ دءا أتصفح ده أكل ده يصوه أيضا ده أقطع يعني هذا حدث بصير 얘يلة قتال آي موسيح يلاك كرر دك طع طلاب الخامس الإعدادي طلاب العلم والأدبي حبايب الأبطال جناكم بالمحاضرة الأولى من محاضرات المنهج مالتكم بالمحاضرة السابقة كانت بس مجرد مقدمة وخريطة وخطة على المنهج نشتغل عليه حتش أتلكم تفاصيل هواي بيها ليش أنا قررت أشرح منهج الخامس شنو السبب اللي حلاني أنزل للخامس وأشرح المنهج مالتكم طلاب أول شغلة لازم تفهم أن منهج ماتك منهج كلش مهم منهج يشمل لك كل شيء كل المراحل اللي أنت درست بيها الإجليزي راح تجمحن وتلقاه نابل خامس قدامك ونفس هن أنت راح تشير أنت تأخذ لناك السالس يعني السالس بدايته من نانا راح ينطلق من نانا عندك منهج ماتسالس إعداد من هاي اللحظة راح ينطلق عندك فالمنهج ماتك كلش مهم وبنفس الوقت بسيط وسهل وراح تشوفه أبسط بعد لما تدرس عليه لما تدرس على محاضراتي طلاب إحنا راح نبلش درس درس أنا راح أشرح لك المنهج من قوي بوراب يعني ما راح أسخت لك بالمنهج وما راح أشرح لك المنهج كله بمحاضراتيين وابتلاثة 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 لا كل يوم ترح يشوف عندك 15-16 محاضر يعني لا تتفاجأ إذا عبر المنهج ماتتك تقريبا 50-60-70 محاضرة لا تتفاجأ نهاي لأن المهج ماتتك هواي بي سوادف وواي بي تفاصيل وأنا أتأخر بالمادة ما أحب أشرحها بسهولة يعني العفو بسرعة لأنه هنا راح أضيع علينا شنو راح أضيع علينا ملاحظاته هوايه بنفس الوقت أنت ما راح تتهمي شيء مجرد راح أضيع وقتك ويايه فلحنا راح نشرح كل شيء من حفظيات من قواعد من تمارين كل شيء راح يتم شرحه بالتفصيل الممل طلاب أول شاء الله لازم تفهمها أنه راح نبلج اليوم باليونت الأول الوحدة الأولى بالتحديد بالدرس الأول درس درس اليوم عدنا لسن وان مثل ما دعشوف قدامك مكتوب على الصبور لسن وان شنو موجود بلسن وان لسن وان طبعا بموضوعين اللي هو موضوع المضارع المستمر وبموضوع المضارع البسيط موضوعين انين المضارع؟ مضارع بمضارع بس واحد بسيط واحد مستمر أنا راح أبلش لك بالبداية بالمستمر إحنا إذا أخTEنا مستمرة أو بسيط مَاكو مشكلة إحنا راح مبلش بما؟ راح مبلش بالمستمر طلاب قبل لا أبلش هرزت WHY عندك شغلة تجيب لي دفتر كتبك اثنياتين كتاب ملون كتاب النشاط وتخليه هناك وتدرسه إياك لأنك كتاب مات كل شوان يعني بالأخص لاحن حالينا تماري أهم شيء أولا الدفتر يكون مرتب طبعا شكوا شيء تكتبه اهديزلياها شكوا شيء يكتب وأكثر شيء رح يكون مرتب أنا رح أنشر القناة أكثر دفتر يكون مرتب رح ينشر بالقناة أكثر دفتر يكون مرتب ينشر بالقناة إضافة إذلك أنا رح أسويك مجموعة بس إلك بس الخامس وبها كثر من مدرس رح يشرحوا لك المواد الأخرى مثل رياضيات فيزيو كيميا والآخرين رح تكون من هجماتك مو بس انجليزي كل المواد بهاي المجموعة انت اي شي تكتبه دزه بالمجموعة حتى شنو حتى نشرع احنا بقنواته حتى بقية الطلاب ايضا يستفادوا خاف واحد خطة محلو خاف واحد ترتيبه مقوي حتى يقرؤوا يعني فانت اي شي تكتب اي محاضرة تنكتب دزليها واني رح انشرها بالقناة المواتي اوكي طلاب احنا رح نبلش بالدرس الاول درس الاول بموضوع المضارع بسيط ومضارع مستمر انا اش رح اسوي هنا انا رح اسوي لك هذا الموضوع ثلاث محاضرات العفو هذا الدرس ثلاث محاضرات رح يكون عندك ثلاث محاضرات ليش استاذ انا اقل لك ليش اول شي رح نشرح المضارع المستمر اللي هي محاضرة ما ليهم بعدين نشرح المضارع البسيط بعدين المحاضرة الثالثة رح يكون عندك المضارع البسيط والمضارع المستمر نراجحهم ونعرف الفرق ببيناتهم ونجاوب على العفو ناخد الجواب القصير اللي هو يسمونه short answer هذين الثلاث محاضرات راح يفصخر لك الدرس الأول ورح تستفاد منه كل شيء فحتى ما نضيع وقتك ولا ناخد ما عندك وقته أكثر نجي عليه من نجي على محاضرة ما دناه اليوم مثل ما قلت لك دفترة قلمك في ايدك ما حد يفيدك تيبهوا لها أول شيء عندنا موضوع المضارع المستمر يو بالدرس الأول المضارع المستمر بالإنجليز شنو اسمه؟ اسمه present continuous طبعا كلمة present معناها آني بالإنجليزي عندي كلمة present معناها مضارع شنو معناها؟ مضارع منو شوف كلمة present معناها مضارع continuous دائما معناها شنو؟ معناها مستمر فصير present continuous يعني مضارع مستمر احنا اي زمن راح ناخده من هاي المحاضرة لحد ما احنا الله ياخذ أمالتنا مو دا اقولك بالسادس لا لحد ما تنتهي من الدراسة نهائيا لما انت ماكبشي بعد اسمه انجليز قدامك راح تشوف انه كل زمن حتى تجاوب علي صحيح عندك ثلاث خطوات كم خطوة؟ ثلاث خطوات من يجيني السؤال بالامتحان آني عندي ثلاث خطوات للحل خطوة الاولى دائما دائما بالقواعد لازم آني احدد احنا اول شغلة لازم نسويها هي انه نحدد هذا الموضوع اذا انت ما حددت الموضوع راح تبقى صافة كل شي ما تفتهم فلازم اول خطوة شي سوي تحدد الموضوع الموضوع مالتنا شنو موضوعنا مضارع مستمر استاذ شون عرفته هو راح يقول لي present continuous زيان استاذ سؤال اذا بالامتحان انطاني سؤال وما يقل لي present continuous آني اش راح اسوي هنا هذا مو شغلك بعد شغله هو ابو الاسئلة اللي يحط الاسئلة اش راح يقول لك راح يقول لك هنا يا ابا هاية جملة هاية جملة بيها دليل يعني من ينطيق سؤال اذا ما قل لك حدد لك الموضوع present continuous لازم غصبا عليه ينطيق دليل اذا ماكو دليل ماكو حال يعني بالسؤال نهائيا فاول شغله اما هو يقول لنا مضارع مستمر ويريح قلوبنا اما هو يريد تعبنا شوي ويخلينا نمشي خطوة لي قدام احنا لازم نحدد انت لازم تحدد انا لازم احدد يلا احد استاذ شون نحدد هذا مضارع مستمر نجيب موسماء الحلاقة ونحدد دلائل عندنا دلائل على مضارع مستمر هذه الدلائل هي at the moment في هذه اللحظة طبعا مبدئيا طلاب المضارع المستمر شي يحتي على هسه هسه دي يصير فتحدث دي يصير مثلا اقول انا دا اشرح لك انت دا تقرأ هسه شايف هاي انت دا دا هاي امو دا كرار دا داناكل دا نشرب دا دا نصلي دا نقرأ دا نلعب هاي دا باوع التلفون دا اتصفح هاي دا والفعل اللي يجو اراها هو هذا المضارع مستمر عشي دا تسوي هسه مثلا انت قاعد شاي ورقة وقلم فتقول اين دا اكتب دا اقرأ اي دا نبني دا نبني ايه دا ناكل هي تشي فهاي هي شي هذا هو المضارع مستمر فكرة مالت شي دا يصير هسه حدث دا تسوي انت هسه يعني هسه دا تشتغل بي في هذه اللحظة من اقول في هذه اللحظة خلص معنى هسه دا تسوي هذا الشي ناو الان او هسه نفس الشي من اشوف ناو at the moment معنى هاده شنوه شي دا يصير هسه listen استمع ايضا هذي مضارع مستمر يعني مثلا واحد دا يحكي مثلا انت واحد دا تحكي واحد وهو صاف وليس مو ياك شي تقول يقول listen استمع دا احكي وياك يعني ايش شي هذا معنى listen look انظر او باوعلي اه مثلا انت مرات واحد شارد او ما دا يحكي وياك او بغض النظر انت تجلم انت واش تقول look انظر فرح هاي الجملة الوراء look هي مضارع مستمر look I am eating look انا دا اكل look I am reading انا دا اقرأ look he is مدري شنو يعني مضارع مستمر وراها آت برزنت في هذا او هذه اللحظة ايضا آت برزنت في هذه اللحظة او آت برزنت في الوقت الحالي نفس الشي يعني آت برزنت نفس الشي بي كوايت اهدئ بي كوايت اهدئ today اليوم يعني شي دا سوي اليوم هذني كلهن دلال على يا زمن على زمن المضارع المستمر يعني من اشوف وحده من الوزن بالجملة عدل قبل آني احل هذا المضارع مستمر احنا بالبداية قلنا لو هو يقول لنا لو انا يحدد من خلال ظروف هذه هذه الدلالة تحدد لمضارع مستمر زين استاذ اوكي يلا خلي نجو يا خسي احنا نحددنا وليقينا ذني وحده من عدن بالجملة او هو قال لنا زين اوكي سيش راح يسوي بعد هاني بعدها شي سوي تيجي شي سوي بعدها تروح تقرأ الجملة انحدد وراها الحالة دي تفهمني هنا انا فأنا من ما حددت وراها اروح على الحالة لو مثبت lira لا استفهم اذا هو طالب من عندك مثبت تحل مثبت اذا هو طالب من عندك نفي تحل الػنفي اذا هو طالب من عندك سؤال تحل على قاعدك السؤال فضت راحت زين استاذ الموضوع مضارع مستمر والحالة مالتنا اثبات شون نحل الجملة هنا يلا انا اقول لك شون تحل الجملة انتبهوا يا ايه اول شي راح تنزل الفاعل اللي هو يجي بداية الجملة قبل القوس فاعل الفاعل مثلا ضمير هذا الفاعل او احمد علي محمد سارس اي اسم ابنية يعني اي اسم ابنية اي اسم ولد اعتبر شنه اعتبر هذا اسماء ايضا ممكن اسماء غير شي يعني مو شرط الا اسم شخص ممكن اسماء اخرى اسماء عالم يسموه فكل هاي الاسماء كل هاي الضمار ايش تعتبر تعتبر هي فاعل اوكي فالفاعل اما يكون اسم او مرات مثلا كلمات مثل سامبودي ساموان انيبودي انيوان هاي هم يسمونها فاعل احنا بالخلال امثل احنا نفتهم الفاعل اكثر بعد باوعوا يعني الفاعل شي تخلي وراه تخلي وراه تخلي وراه لو از لو ار لو ام فمن اجي انزل الفاعل اخلي وراه از ار او ام والفعل شي اضيف للي داخل القوس اضيف لا اي ان جي واكتب التكمل هذي حالة شنوه حالة اثبات استاذ والله ما افتهميت وانت تعبتني وضوجتني هاي القاعدة شون طبقها بالسؤال انا رح اجي اقول لك شوف بالامتحان رح يجيب لك فاعل هذا شنوه فاعل هذا بين قوسي اش هيجيب لك هيجيب لك فعل وهنان اش هيجيك حتيجيك التكمل ركزوا ياي مزقوع تبوهوا ياي احنا ش راح نسوي هنانا بين قوسي راح يقول لك صحح او يقول لك سويها مضارع مستمر انت حددت بعد ليش الخطوخة ولا راحت صارت بعد قديمة نجي على هاي الجملة نريد انحلها اول ما نجي ننزل الفاعل شاكو شي قبل القوس هو فاعل من الاخير شاكو شي قبل قوس نعتبر فاعل يا اما ضمير يا اما ايسي بكون بعد هاش راح تسوي انتهنانا من نزلت الفاعل راح تخلي وراء لو از لو ار ممتاز لو ام لو از لو ار لو ام زيان نزلني از لو ار وام شو بقعدنا بقعدنا هذا الفعل تنزله وتضيف ل اي ان جي والله يزقعك اذا ما نضيف ل اي ان جي لازم نضيف ل اي ان جي اوكي بعدها تبقى عندنا التكملة تنزل التكملة تنزل التكملة وخاي فضط راح هذا هو الحل ما لاتنا راح يصير زين استاذ سؤال جواب انا بكيفي اخلي از وارو ام لو هو يقول لي لو شلو السالفه شلو الموقف هو ما يقول لك ولا انت بكيفك لعد بكيف من يا بي لعد بكيف من اذا لا بكيفه ولا بكيفي لعد بكيفك انت استاذ ولا حتى انا بكيفي لعد بكيف من هاسا انا راح اقول لك كيف منه باوعوا ياي خلنا مسحها يا ما نحتاجها بعد حاول تكتب شيء اكتباني حاول تكتب انت بدفتر تنقلة بدفتر لا تعتمد بس علي المكتوب على الصبورة شكو شيء اكتبه شكو ملاحظة يكتبها احتيها انت نزلها وهذا ما راح حاسبك عليها لما ندز الدفتر شكو شيء يكتب اريده يكتب ملاحظات يكتب نوت ستكير باي شيء تكتبه دونه بخليب دفتر حتى شنو حتى افهم انه انت تابع المحاضرة نباوحة لما نباوحة باوعوا ياي هسا شراح نسوه راح نجي نعرف شوقت نستخدم الاس وشوقت نستخدم الار وشوقت نستخدم الام هاد حلوة هنانا حسب شنو حسب الفاعل اتقول لي اذا كان الفاعل ركزوا ياي هي شيء ات انا اسميهن هشت هي شيء ات فراح نجي دول نستخدم وراهم از الهي والشي والات هشت هي شيء ات هشت هي شيء ات هشت نستخدم وراهم شنو از واضح هي از شيء ات از نستخدم العفو دولي هشت دولي مفرد نستخدم وراهم شنو نستخدم وراهم از زين اذا كان الفاعل يو وي ذي اذا كان الفاعل يو وي ذي شراح نستخدم وراهم ذولي راح نستخدم وراهم ار يو وي ذي يو وي ذي يو ار ذي ار وي ار ذي ار وي ار يو ار يو ار دولي مفرد نستخدم وراهم نستخدم وراهم هست ثلاثة ار وثلاثة از بقعدنا ضمير واحد ضمير فاعل اللي هو منه ويا سبع يقول لنا منه ويا سبع تكتبوا هذا لو هذا منه اي هذا الاي بقعدنا الاي فقط هذا الاي هذا الاي ياخذ ام يعني الهشت ياخذن از يو وي ذي ار اي ام اي ام ياخذ واضح ما يصير نقول اي از ولا يصير نقول هي ام لا هي شي از يو وي ذي يو وي ذي ار اي ام اوكي ذول كلهم يجوا وراهم فعل شنو بي فعل بي اي ان جي مرات ما يجيب لك ضمير يجيب لك اسم مفرد خلي از يجيب لك اسم جمع خلي ار يجيب لك الاي تخلي لها ار هذا منه هاي القاعدة يعني مثال مثال خلي اعطيك فد مثال خلني نمسح هذا وطيك مثال على هذا الحد شمالتنا طبعا احنا عدنا امثلة هواية احنا عدنا امثلة هواية بس حتى شوية نفتهم يعني ما نبقى بس ندرح لا نفتهم باوعوا اياي مثالا قالك طبعا احنا عدنا امثلة هواية بس حتى قبل لا اقلب الصبورة حتى تفتهم اكثر وياي هي ويرك ناو طلال هنا انا اش قايل لك قايل لك راح يقول لك كوريكت ما اريد يقول لك اراتي اما الله لا يخلف عليه مو بحالة اهني اجيت انت قرأت الجملة هي ويرك هارد ناو استاذ لقينا ناو هنا انا حلو اذا نلقي ناو معناه هذا يا زمن مضارع مستمر زيان يا حالة حالة الاثبات استاذ شون عرفتها احنا حالة الاثبات نلقى فقط داخل القوس فعل شنلقى فعل وهنا انا لقينا فعل راح نجي هسا نجي نحلها مباشرة ننزل الفاعل اللي هو من هو هي اللي هي ياخد اس لو ار لو ام لا ياخد اس الفعل ويرك شو تضيف له تضيف له اي ان جي ويرك معناها يعمل هارد التكملة هارد بجد عفو مو بجهد بجد هو يعمل بجد فاضح هذا هو الحل هنال الاز اذا كان الفاعل مهي مثلا يو وي ذي نستخدم ار اذا كان اي استخدم ام اما الفعل نضيف له اي ان جي واضح يا طلاب هاي الحالة الاولى اللي هي حالة الاثبات هسا اللي يجي على الحالة الثانية اللي هي حالة شنو حالة النفي يعني اذا كانت الجملة ما تكمن فيه شون عرفه استاذ نفي بالامتحان اللي يخليك شون عرفه انا اقل لك شون تعرفه شي يجيب لك داخل القوس نوت تفعل مني يجيب لك نوت تفعل معناها الجملة هنانة من فيه من الاخير يعني اش راح تسوي انت هنانة بس الاس الصير عندك isn't والار الصير عندك aren't والام الصير عندك am not الام بيصير تختصرها مع النوت دير بالك يعني هس الاس نوت الصير isn't الار نوت الصير aren't بس الام بيصير تختصرها تنزلها وتنزل وراها نوت اوكي هس الاسنت جاي من is not aren't جاي من are not بس الام بيصير تختصر استهال لي اش هي اشادة هالي بعد ما بيهن حفظ لازم أنحفظه يعني ما بهين قاعدة هي لغتهم هي شيء وحنا نشتغل مثل ما يقولونه واضح؟ الفاعل مفرد is الفاعل جمع are الفاعل I am واضح؟ هذا هو شنو إذا كان عندي جملة مضارع بس مضارع مستمر والقاعدة أو الحالة مالتي نفي بس الـ is سويها isn't والـ are' سويها aren't والـ am' سويها am not نفس الشيء نفس الحكي اللي راح أحكي لك يا يعني مثلا أنطيك الجملة نفس هباوع خلي أعطيك الجملة نفسها قبل أن نفوت خلي أعطيك الجملة نفسها ما هي ركزوا يا عيو he not work hard now شوف هسا نفس الجملة هاي ما غيرت لك بها بس الشيء الوحيد اللي تغير بها والـ not هنا يعني تحولت لازم من مثبت إلى من في فأنت شراح تقول لي راح تقول لي يا محفوظ السلامة he الـ he تأخذ is ومن فيه اشي تصير السير isn't work نزلها نفس ما هي working يعني ببسيطة جدا هاي وتكمل الجملة وتخلي نقطة بالأخير هذا هو الحل مالته أوكي هذا هو شنوه هذا هو الحل مالته واضح يا طلاب حبايب هو هذا الحل مالته هاي إذا كانت الجملة مالتك شنوه نانا إذا كانت الجملة مالتنا من فيه يعني مثبتة عرفناها من فيه عرفناها زيان إذا كانت الجملة مالتنا سؤال شنسويه انت تعرف السؤال لازم الجملة تنتهب علامة استفهامه احنا شراح نسوي شي يجيب لك انت يجيب لك فاعل يجيب لك بين قوسيا فاعل وفعل وتكمله وعلامة استفهام انت شراح نسوي قبل الفاعل تخلي low is low are low am استاذ شو وقت تخلي is شو وقت تخلي are شو وقت تخلي am إذا الفاعل مالتك مفرد فتخلي قبل is اللي هو هشت هي شيئت إذا الفاعل مالتك جمع تخلي قبل r إذا الفاعل مالتك i تخلي قبل سنوه تخلي قبل an والجملة تكملها وضيف ing لمن ضيف ing للفعل استاذ بله بروح والديك مثال بروح أبيك انريت مثال هذا راح أطيك هسه مثال شوف he أطيك هسه مثال تدل هذا المثال مثل ما أنت تريد خلي امسح هذا ما نريد أخر نجي ناخذ مثال he work hard now هاي الجملة وحاط للدخيل على أن تستفهم مرات الفاعل يجبك خارج القوس مرات يعني بس داما يجبك داخل القوس احنا ش راح نسوي هنا راح نقول له أوكي تعال انت قائل لمضارع مستمر راح يقول لك والله أنا ما قلت لك مضارع مستمر راح تقول له أنا ما محتاجك أنا عرفت مضارع مستمر لأن انت منطيني هنا أنا وتريد قشمرني أنا ما أتقشمر هذا مضارع مستمر يلا طلعلي بالتعلي على الجاية الجاية هو جملة استفهامية اللي منتهي بعلامة استفهام فرح نجي نطبق قاعدة المضارع مستمر حالة الاستفهام حالة الاستفهام نخلي is راح بالبداية استاذ هنا نهي فاعل هي إذن خلي قبله شنوه خلي قبله is يربع لك علامة اللي زي يصير كابتال البداية is he الفعل work شو تضيف له تضيف له working تضيف له ing وتكمل الجملة hard now خلي علامة استفهام هذا هو الحل مالتهم واضح لهنانا هس الجملة المثبتة منفية استفهامية خاصة عندنا يعني انت تحفظ القاعدة وتطبق عليه زيانستاذ سؤال جواب اكو بعض شي مهم من تلسيته شنوه استاذ احنا شون نضيف ing للفعل مو على اساس بالمدرسة يقولنا هاي تجي بالامتحان شون نضيف ing كيف نهلو انت عندك ملاحظات طبعا عندنا ملاحظات وطبعا هاي الملاحظات مهمة ايضا لان ممكن انت بسببه تتنقص بالامتحان للشهرية ونصف السنة لانه هنا انا يريد ما عندك نضيف ing بشكل صحيح مو مثلا انت اي كلمة نضيف ing اي جي وما الضعف ما الضيف ما تحذف ما اعرف شنوه لا لازم تعرف شون الضيف ing للفعل هسا لي راح اطيك ملاحظات اعلمك علي اضافة ing للفعل اضافة ing للفعل اكو قواعد ش راح تقول لي راح تقول لي هنانا نضاوع على نهاية الفعل اذا انتهى الفعل بي شنو انتهى الفعل انا راح اجيه اقول لك هسا اولا اذا انتهى الفعل بي اذا انتهى الفعل بي من اذا انتهى الفعل بي واضح ركزوا يا اي اذا انتهى الفعل بي من حلو بي بي من انتهى الفعل بي شو سوى هنا لل اي ال اي تحذف ال اي شبهة تحذف ونضيف ing تحذف وشو نضيف نضيف ing save معناها يحفظ يحفظ save يحفظ بيش منتهى بي نحذف ال اي وشو نضيف نضيف ing write بيش منتهى يكتب معناها write بيش منتهى بي نحذف ال اي ونضيف ing صعبها يا لا استاذ ما يرادل هالشي عافية نحذف ال اي ونضيف شنو ing نجي نلخص الملاحظة الاولى اذا انتهى فعل بي نحذف ال اي ونضيف ing ملاحظة رقم اثنين اذا انتهى الفعل بيمن انتهى الفعل بي بيمن انتهى الفعل انتهى الفعل بي استاذ سهله نحذف ال واي خيح الله صبغك استاذ نضاعف ال واي كنا اكذك ان شاء الله الله يهلك اكش شو ضاعف لك شو تضيف كيش ما تسوي كيش ما تسوي اذا انتهى الفعل بي وانت تريد نضيف ing شو تسوي مباشرة تنزل ال واي نفسها وانضيف ing لا تحذف ولا تضاعف ولا تكرر ولا تحول ولا كل شي يسوي الله لا خالف عليك كل شي يسوي انت شو يعني جاي تريد هلك نهلك انت لك بوي اذا منتهى بواي نفسها تبقى وش نضيف ing لا تخطئ استاذ مباوع قبل ال واي اذا ال واي قبل حرف عل ما نضاعف اذا قبل حرف صحيح عفو نحول الى اي ونضيف لك بوي كوش يسوي من تشوف الاضافة ing ومنتهى الفعل بواي نفسها بنزل اوضيف ing بس انا ليس اطيك هاي ملاحظة لان هاي طلاب يخربطون به هسا عدنا الفعل كراي باش منتهي منتهي بوي مباشرة نضيف لا ing بس هسا عدنا الفعل من هو play مباشرة نضيف لشنو نضيف لا ing كوش يسوي لا الضعف لا الضيف لا تحدف لا تكرر لا تحول الى اي كل شي لا تسوي كل شي لا تسوي تهمتني زيان هاي الملاحظة رقم اثنية نجعل الملاحظة الثالثة شو تقول تقول هاي سهلة يا بيدا انتهى الفعل با اي اي تهبي من با اي اي هذول الا اي اي نحولهم الى y ونضيف ing الا اي اي المن نحولهم الى y ونضيف ing داي تاي لاي طبعا خلاه cry معناها يبكي حتى نترجيه cry يبكي play معناها يلعب داي يموت بايش منتهيه با اي اي حول الا اي اي الى y ونضيف ing تاي منتهيه با اي اي هم نحولهن الى y ونضيف ing لاي همينا نحولهن الى y ونضيف ing داي يموت تاي معناها يربط لاي معناها يكذب او معناها يستطيع تجي اكثر من ابيه واضح يا طلاب هذا هو شنو الملاحظة رقم ثلاث نجيه على الملاحظة رقم اربعة انتهى الفعل بحرف صحيح اكتب الملاحظة اي اذا انتهى الفعل بحرف صحيح وقبله علة واحد اي 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 ا كم حرف العلة؟ خمسة اللي هي النيه؟ A و A و B و U و I شين انت؟ والله دمرتني بهذا التحوالي تكرر كلام الله أولا قلت لك شون عرف النيه؟ اتخذت هذا الوجه اللي مدعوش يسلم هذا اللي صرت لك يا ماني؟ اي هو هذا صدق؟ صدق؟ ده تخجيني تكرار كلامه؟ يعني انت تكرار ستبقى يومين ثلاث يومين تبقى درس انجليزي بعد لا حوالي صدق؟ رح تاخذ مكاننا إن شاء الله؟ اي لازل حفظك ستابق؟ زيان حيلو هناش راح نسوي نضاعف الحرف الصحي هسا استاذ انا ما اعرف الحرف الصحي حمنا اعرف العلة لاني بتشاليق بالدفرات الناجحة الخامس يا بتاع خلني نقلك هسا كراري قلان حفظتنا على الوجه هسا هذا وجه هذا وجه هذا وجه هذا وجه هذا الـ O وهذا هنانا الـ O العيون هذا هنا الخشم اللي هو الـ I هنانا الـ U حرف الثالث هنا الشعر الكيرلي اللي هو شنوه؟ E طبعا هو احنا شنسميه؟ احنا شنسميه قبل السمونا كيرلي؟ شنسمي الشعر اللي؟ أندومي 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 اندومي ما اكله اندومي لحظة إدراك اهه لحظة إدراك هذا الـ E هو شعر الكيرلي سموه نظر بالجديد ما اعرف شنوه كيرلي كرار يقولون نسميه اندومي بس هو كيرلي هذا اندومي مالمن هذا مو مالتناه زيان في A E O U I طبعا سيوجيه هو كامل بس خطيئة نضيف لها بيت حواجب ولا خليه لعيني هنا خاطر يشوف بيه اههه اوكي؟ هذا شنو عدك؟ هذا عدك هو حروف العلة عداهن هو حرف صحيح انت اذا شفت حرف صحيح منتهي الفعل بحرف صحيح وقبل واحد من ذولي هذا الحرف الصحيح سوي حرفة نضيف ING يعني مثلا هس هنا نجي على هت هت بيهش منتهية؟ بيهش منتهية الهت؟ اه؟ منتهية بT تي حرف صحيح مو علة وقبلها علة واحد نضع في التي ونضيف ING اسويم بيهش منتهية بالم؟ حرف صحيح وقبلها الحرف علة واحد اللي هو الخشم هنضاعف الام ونضيف ING استاب نفس الشي منتهية بحرف صحيح وقبلها حرف علة واحد نضاعف الحرف الصحيح ونضيف ING اوكي طلاب هذا هو الملاحظة رقم 4 بس الملاحظة رقم 4 أيضا بها ملاحظة شلو الملاحظة شو تقول؟ تقول بس إذا ينتهي بWX EN لا يضاعف يعني أكو مرات أحرف صحيحة ما تضاعف اللي هي الW والX نضيف الهن الEN يعني إذا انتهي الفعل بEN ما يضاعف قبل نضيف ING شو منتهي بW وقبل الW O حرف علة هذا حرف العلة ما ما أثر على الW الW قل لي ما تقدر تضاعفني لو تموت فيبقى نفس ما هو ونضيف له ING الW ما يضاعف open منتهي بEN هذا حرف طبعا هنانا هذي باوع ركزوا اي هذي مو دائما هذي بس احنا نقدر نقول على الأفعال اللي احنا عدنا بالمناهج مالتنا الدراسية تطبق هاي القاعدة انه حرف الEN إذا الEN قبلها اي ما تضاعف يعني أوكي؟ بس إذا قبلها اي أما بقية الاسمات تضاعف لا عندي فكس فكس منتهي بأكس ما أضاع فقبل شضيف أضيف ING واضح يا طلاب شضيف أضيف ING شو معناها يعرض open معناها يفتح فكس شنو معناها؟ معناها يصلح أوكي؟ يتوقف يسبح معناها يضرب يضرب يعني شوان قللك يضرب راسك بالحايل؟ هذه الكلمات اللي احنا دا نشتغل عليها زيان استاذ هذا مال ING شون يجي بالامتحان؟ يعني صيغته شنو؟ مو تدلل؟ تعالنا أخذ الصيغة مالتك صيغة السؤال يجيك بالامتحان يقول لك صارت شو ضف لا لها؟ ضف لا لها ING زيان الكت شو صير؟ شو راح اضيف لها انت هنانا؟ اقول لها اوكي هنا هما اضيف لها ING بس اتذكر استاذ عارون شا راح لنا ملاحظات نشتغل عليها فراح تقول لها يابا بما انه هي منتهية بحرف صحيح وقبله علة واحد نضاعف الحرف الصحيح ونضيف ING كات معناها يقطع او يجرح؟ احنا جاي يقطع كات ويقطع اوكي؟ بيش منتهية الهاف؟ منتهية بـ E نحذف الـ E ونضيف ING واضح؟ بيش منتهية الهاف؟ بيش منتهية الهاف؟ منتهية بـ E نحول هنا الى Y ونضيف ING WORK WORKING تيل شي صير؟ منتهية بـ E لا منتهية بـ Y لا منتهية بحرف صحيح وقبل علة هم لا منتهية بـ I E لا هاي قبل ضيف لها ING بدون ما أنت تفتح عينك طبم نزيل هسا راح نجي علي من هذا الهاتش كل ما شرحنا نرجع عيده حتى نطب بالأمثلة شو تقول؟ نقول المضارع المستمر present continuous شو يقول present continuous present continuous يقول احنا نجي عدنا دلائل نشتغل على الدلائل لقينا دلائل لقينا خير على خير هو قال لنا هم جزاء الله خير شو نسوي نحدد بعدها نروح نحل الحالة الحالة لو مثبت لونه في لو استفهام إذا فعل بس مثبت not وفعل منفي علامة استفهام جملة استفهامية نحفظ القاعدة ونشتغل عليها الفعل خلي قبله is or am بالمثبت ونضيف لـ ING بالمنفي isn't aren't I'm not فعل I انجي جملة استفهامية خلي is is am فعل فعل انجي خلي بالاخير علامة الاستفهام هذا هو المضارع المستمر وإضافة الـ ING احنا أخذنا الملاحظات اللي خاصة بها أوكي هسا راح نجي على من على ثلاثة نجاوب بعد ما حفظنا القاعدة بعد ما حفظنا خطوات الحل بعد ما حددنا بعد ما حفظنا المثبت والنثي والاستفهام نجي هسا نحن he work at factory now correct صحح قل له سهله أصحح ليش ما أصحح he work at factory now correct صحح زين استاذ أوكي شو سوي شليقيه ثاني هنا أنا لقيت now يعني مضارع مستمر زين هسا حددت خطوة ثانية الحالة مثبت لونه في له استفهام بس فعل يعني الجملة مثبتة فراح أحلها حسب قاعدة الإثبات الفعل he يعني مفرد ياخد شنو ؟ ياخد is والفعل دائمPre شو نضيف له نضيف له نضيف له يسمع great استاذ يعني معقل لهذا الحل صحيح لwhy الامتحان طبعا صحيح انت gleichzeitig تنزل الفعل ولا تنزل التكملة تريد بس تنزل الفعل نزل الفعل يعنيك طلاب يقول لك ان اتنزل الفعل يقب نزل الفعل نزل الفعل he بس التكملة اللي تنزلها ما يحتاج تكتب تكملة حد هنا وتوقف They clean the room Present continuous الله والله شريف هذا قال لي مضارع مستمر زيان الجملة مثبتة لو من فيها الاستفهامية مثبتة ليش شون عرفتها مثبتة فعل بس They تاخذ يلا سوالف تاخذ شلو تاخذ الفعل شو تضيف له ضيف له I-N-G هذا هو الحل زيان Look أحمد and John play together Look أحمد and John play together play يلعب together معا نجي هنا على هاي الجملة شو قال لي؟ قال لي كورك صحح نجيت لقيت Look انظر انظر يعني خلص معناها مضارع مستمر Present continuous أحمد and John أحمد and John انتبه هنانا ديور بالك هاي جملة هنانا جملة هنانا مثبتة الفاعل ما لتك جمع ترى ديور بالك مو مفرد مو تقول أحمد مفرد و John مفرد لا أن يعني أحمد و John اثنين هما فش ياخذون ذول ياخذون R شياخذون R playing ضيف ل I-N-G منتهي يبقى نفسه ونضيف I-N-G We not have fun at the moment We not have fun at the moment We تنزل طبعا شوف أصلا قبل جيت على الحل شوف أصلا بيها قبل جيت على الحل خلط ما يصير لازم أحدد من البداية أول شي قائل اللي correct صحح ما منطيني اسم الموضوع أنا جيت We not have fun at the moment at the moment في هذه اللحظة يعني مضارع مستمر الجملة اللي جيت بيها نوت يعني من فيه طرح حسب قاعدة النفي أنزل الفاعل اللي هو نوة We ويش ياخذ ياخذ R الجملة منفية يصير R الفعل هذا نضيف ل-I-N-G منتهي ب-E ونحن نحذف ل-E ونضيف ING وينتهي عند الحل أستاذ بس سهولة هل سهولة What you do right now صح جيت أنا هنا أنا شلقيت لقيت ناو يعني معناها جملة مضارع مستمر جملة استفهامية مثبتة منفية دانش أمرك دانش أمرك دانش أمرك صح حلو استفهامية لننتهي بعلامة استفهام شوف أول خطوة ال-What هاي معلينة بها تنزل يعني هاي حديدة عن الطنطل أداة الاستفهام دائما ببداية تنزلها نيجي نطبق قاعدة المضارع المستمر بحالة الاستفهام نخلي لو is لو R لو أم حسب الفاعل U ياخذ R نزل الفاعل اللي هو من هو U الفعل يضيف ل-I-N-G ما يحتاج تكتب التكملة قبل تخلي علامة الاستفهام تفهمني هنا أنا لما تفهمني أنت نعم استاذ دائما أفهم ليش خلينا الوات بالبداية عدوات الاستفهام دائما تنزل بالبداية يعني معنى لا ما تلعب به وإذا ما اكتبتها عادي ماكو مشكلة ماذا وجدنا اليوم حلو مضارع مستمر جملة من فيه I تاخذ I I تاخذ I I I I I I I I I الضيف لشنوه الضيف ل I I N G وينتهي عندك الحل يصير I I'm not feeling My father and I fix the window My father and I fix the window Present continuous Present continuous حلو زيان أجي على الحل مالتنا الجملة ماتي مثبتة لا من فيه ولا استفهامي يا my father and I my father and I ياخذون R لأنه جمع من قلت لك وين تلقى كلمة and بالفائل عن الجمع من الأخير لاتتعب وروحك بعد my father and I وأنا fix يصلح R fixing الصير لأنه جملة هنا مثبتة بس is R عام وفعل ing بما أنه جمع R والفعل نضيف The window معناها شباك أو الجامع يعني تصلحون الجامع وشباك fix يصلح نجي على الأمثلة الأخرى Please be quiet حتى يعني آخر دني أربعة أمثلة ونخلصها المحاضرة فاضحي طلاب حتى تقرالي هاي الملاحظة وضبط لها هزين Please be quiet She do her homework جيت على هاي الجملة آني أريدح لها جيت لقيت Please be quiet Be quiet مضارع مستمر الجملة ما لتي مضارع مستمر نزل الفاعل she she تاخذ is low R تاخذ is مثبتة لأنهم بينها بس فاعل فنضيف I N G لفاعل doing الصير Please be quiet أرجوكم هذين she doing her homework she is doing her homework هي تقوم بواجبها المنزلي أو البيت يعني زين He take the test present continuous مضارع مستمر هو قيل لك مضارع مستمر علامة استفهام جملة استفهامية إذن أجي على الجملة الاستفهامية أخلي low is low are low am أستاذ خليت الزهنة كيفك كيفي لأنه عندي he ف فاعل ينزل بعد هالفعل شو تضيف ل ING اللي هو taking ما أكتب بعد كل شي تكملة ما يحتاج أكتبها موجودة يعني قد مصحح هي قد غبي ما يعرف لا يعرف لأنه هي صموج ودافة تكتبها خلي إعلامة استفهام she is worth working work hard she is مضارع مستمر ياخد فعل BIN G صير working she is working طبعنا ما الثانوة متوسط أول ما تجي بس حتى تختبر نفسك به are you you are telling the truth telling تخبر truth حقيقة كلمات مهم هاي are you you are telling the truth جملة استفهامية هاي جملة استفهامية are you ها تختار شنوة تختار are you هاي هي المحاضرة خاصة لها لها بس ما خلص الدرس الأول عندك درس الأول بعد بمحاضرتين مضارع بسيط وبعد بحال الحلقة الثالثة اللي راح تكون مضارع بسيط ومضارع مستمر short answer الجواب القصير الهنان ما عندنا شي بعد المحاضرة تكتبها تكمل حاول تزلي إياها حس عندك بس المضارع المستمر بالمحاضرات الجاية راح ناخد التماريم ات وناخد المضارع البسيط نفسخ للدرس الأول وأشمر قدامك بعد ما عندك شي نهائيا بالمحاضر شو تقول كرار خلصنا الهنان كرار شو نايم أنت نعسان ماذا نعسان دا تصفح الله دا تصفح دا آكل نحن بدنا نحكي عن المضارع دا نحتي دا نحتي دا يصوه أيضا يعني كل مضارع مستمر هذا دا أكطع دا أكطع يلا لا 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 يعني هذا حدث بسيط دا أكطع متا يقول كرار يلا قرار يلا قرار يلا قرار